العاصفة يعني هذا موضوع مهم جدا ليش؟ لأن احنا عرضنا برنامجنا أفلام تبين أن هذه العاصفة التي اجتمرت حوالي ثلاثة أيام قبل أن يصلوا إلى الثغرة قبل أن يصل مما أدى إلى توقف الرتل توقف الثيلق الخامس كله الأمريكي توقف بحيث ليش؟ لأنه مدى الرؤية عدم حتى التنفس أصبح صعب عندهم توقفوا هذه العاصفة وهذا التوقف لماذا لم تستثمر القوات العراقية أو القيادة العسكرية العراقية هذه الحالة لمهاجمتهم على الأقل من قبل الفدائيين يا أخي سؤال جيد أيضا الأمريكان بمؤداتهم وتجهيزاتهم الرؤية عدمت لديهم بنواظيرهم لدرجة أنهم لم يستطعون حتى التنفس وحتى الأمراض الباقية التي أصابتهم نتيجة الغارة تريد إحنا بإمكانياتنا البسيطة ولم نشارك أبدا في معارك صحراوية ولا نمتلك تجهيزات فدائيين للقتال في هكذا ظروف معدومة الرؤية أنا لا أتكلم عن الجيش أتد تقول لي حتى لو الفدائيين معدوم لا هذا الفدائي إذا يدافع عن وطنه يفترض يستغل ويستثمر هذه الفرصة لمهاجمتهم بأي طريقة أنا فدائي وهذا توقف وهذا توقف وهذا فدائي هو خمسة بطار ما يقدر يشوف والغبار بدأ يأثر على رؤيته وعيونه هي استمرت ثلاثة أيام لكن خفت بعدين موعدنا بالأفلام يعني شف ما خفت استمر وفيدك بالوطن وزير التجارة دكتور محمد مهد صالح الراوي في كتاب المجاهة عن العراق يقول يقول أنا اشتريت شف اشتريت وزارة التجارة استوردت 2750 مطور بثلاث عجلات يا مطور يعني نقصد مطور سكل نعم يعني اللي هو الدراجة الدوبة احنا نسميها دراجة والمشاهد لازم يعرف العربي أيضا شو نقصد بها 2750 مطور بثلاث عجلات يستخدمه حامي سلاح الار بي جي لمواجهة الدبابات وتم تسليمها للقوات المسلحة تمام وأبلغ القيادة باجتماع حول هذا الموضوع صحيح يعني انت عندك 2750 يقعد بها او الار بي جي سبن ويطبيهم مو تقول مرة فجرت فجرت نفسها يعني لماذا يعني انا هاي ملاحظتي انت تدحش على الغبار معم انت تدحش على الغبار هو الارباب ويب هو استغل الارباب بالرؤية مداكلك شنو ما لها علاقة ما عندنا جزء رؤية تاجمهم كعمل فدائي مو الرؤية كعمل فدائي اشتركوا في القناة